الشبكة العربية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني نرحب بك سيد فضل عبدالغني في حقوق الناس هذا تقرير جديد لكم يرصد المآسي المستمرة خلال شهر آب أغسطس الماضي أنتم بداية حملتم قوات التحالف الدولي المسؤولية الكبرى عن مقتل المدنيين خلال شهر آب أغسطس الماضي هل يتضح ذلك ويتوازن مع نسب من قام أو من قتلوا من المدنيين خلال قصف التحالف أو من تسبب النظام السوري بمقتلهم نحن نقوم كل يوم بتسجيل البحايا الذين يقتلون على يد مختلف الأطراف وفي نهاية الشهر عندما تدخل هذه السجلات إلى قاعدة البيانات عندما نخرجها في نهاية الشهر نحن يكون لدينا تصور من قام بالقتل لكن الأطراف الدقيقة هي هذه مسجلة بالأسماء وبكل التفاصيل وبالتالي تظهر لدينا الجهة التي قتلت أكبر عبد ممكن عندما قلنا قوات التحالف لأنه أتى الـ 285 يعني نظامها الـ 229 وتنظيم الدولة مئتين مئة واثنين هذه الأرقام لشهر أبو أغسطس الماضي إذا ما قارنتها فضل مع أرقام شهر تموز يوليو وشهر حزيران يونيو هل هناك نسبة وتناسب بين تصاعد فعلا من يقتل من المدنيين على قوات التحالف الدولي تحديدا نعم التحالف الدولي يعني استجلنا في هذه السنة لأول مرة كان التحالف الدولي تفوق على القوات الروسية ثم تفوق حتى على قوات النظام في هذا التقرير هو تفوق على جميع الأطراف استغربنا أن القوات التحالفية قتلت أكثر من القوات الروسية الآن القوات الروسية بعد الاخفاقيات التي وقعت تراجعت وأصبحت أقل جهة في قتل المدنيين ربما هي يعني لا نعلم إذا كانت هي معملية تبادل أدوار مع النظام السوري هذا يطبح لاحقا لكن في الحقيقة أن الخصف الروسي على المناطق التي وقعت روسيا التقرير عليها هو قد الخطط بشكل كبير جدا ومن يقصد هذه المناطق هي مناطقات التصعيد في الغوطة الشرقية وفي حمص الشمالي هذه المناطق التي يحاول سكم المجازر في آب الماضي هو النظام السوري وهنا هذا يعني وتر يجب اللعب عليه أن روسيا هي ضامن لهذه الاتفاقيات والنظام يحاول إفشال مقامة روسيا بفعله وبالتالي هنا يعني يظهر لدينا نوع ربما من التبايل أو قد يكون تبادل أدوار بين الحليفين ولكن أيضا فضل أنتم قلتم في التقرير أن هناك 73 مدنيا لم تتمكنوا من تحديد هوية الجهة المسؤولة عن مقتلهم نعم هذا أمر آخر أنه دائما في سوريا نتيجة كثرة عمليات الأغسيال والسجير فتكون ذلك نسبة لا تعلم من الجهة المنفذة لكن هؤلاء هم يخضعوا لتحقيقات لاحقة يعني نظام ما تتكشف الآن في أيول أو في 20 الأول أو الثاني أو ربما بعد بضعة أشهر عندما تتكشف هذه الحالات ننقلها من خالد الجهات لن نتمكن من المحكمة إلى خانة الجهة التي قامت بهذه الجريمة شكرا جزيلا لك مدير الشبكة السورية العربية لحقوق الإنسان فاضل العبدالغني